المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي شارك ممثلا عن النادي الأهلي في لجنة التحكيم بمسابقة ريادة الأعمال الرياضية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي اختتمت فاعلياتها اليوم بحضور الدكتور شريف الأريان مسؤول الرياضة بالجامعة أيضا كان هناك العديد من خبراء التسويق والإدارة الرياضية كما حضر اليوم الختامي للمسابقة كابتن أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم أكد المهندس محمد سراج خلال كلمته التي ألقاها في اليوم الختامي للمسابقة أن مشاركة النادي الأهلي تأتي في إطار قناعات مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب عفوا بأهمية التعليم ودوره المؤثر في تطور الرياضة ومتابعة كافة المشروعات التي تنفذ بها أفكار جديدة لا سيما الأفكار الإبداعية التي قدمها طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال مسابقة رياضة الأعمال الرياضية أيضا أوضح عضو مجلس إدارة النادي أنه بمجرد عرض فكرة المسابقة على مجلس الإدارة لقى ترحيبا كبيرا بالمشاركة وامكانية الاستفادة من الأفكار التي يتم طرحها من خارج المنظومة الرياضية والتي تهدف إلى الارتقاء برياضة كما أكد أيضا سراج الدين أن مشاركة النادي اليوم تعد استكمالا لبروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية والذي سبق أن تضمن مشارقة ما يقرب من 120 متدربا في هذا البرنامج وشهادة النادي الأهلي الرياضية